لم يكن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار أبوظبي هو الأول من نوعه خارج حدود اليمن فقد سبقته العديد من الهجمات كانت معظمها على الأراضي السعودية الهجوم الحوثي الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وانفجارات بمنطقة صناعية وحريق بمطار أبوظبي شن بحسب ما ذكر المسؤول العسكري لميليشيا الحوثي بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة من دون الكشف عن رقم محدد وهي ذات الوسائل التي تستخدمها الميليشيا في ضرب الأراضي السعودية لعل أكبرها الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو النفطية في أيلول من عام 2019 بينما كانت آخر الهجمات إعلان ميليشيا الحوثي في الثالث من كانون الثاني الجاري الاستيلاء على سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل الحديدة وعادة ما تعلن قيادة التحالف العربي عن إسقاط صواريخ ومسيارات حوثية تستهدف أراضي المملكة لكن الهجوم على أبوظبي دفع التحالف إلى شن ضربات واسعة لمعاقل ومعسكرات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ويقول تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن أن متوسط هجمات الحوثيين على السعودية بلغ 78 هجوما شهريا خلال عام 2021 المنصر ويشير التقرير إلى أن الميليشيا تتلقى دعما كبيرا من إيران ومن ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة هي الأخرى من طهران ويعكس التصعيد الحوثي دخول الميليشيا مازقا حقيقيا في عدة جبهات حيث أعلن الجيش اليمني أن قواته بمساندة التحالف العربي تواصل التقدم جنوبي مأرب بعد أن فرضت سيطرتها على شبوى في وقت سابق بينما يبقى تدخل الإيراني والتفرج الدولي حجر عثرة أمام حسم الأوضاع في اليمن الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ انقلاب الحوثي على الشرعية عام 2014